بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بفضلية الدكتور هاني البنة في المادة الثالثة من تجارب ومؤسسات خيرية وإنسانية ضمن دبلوم العمل الخيري والإنساني في الدفعة الثالثة ومع المحاضرة الرابعة بعنوان معادلات تقسيم أموال الذكاء. حياك الله دكتور تفضل شكرا أستاذ أميرة أنا بس عايزكم كلكم يا شباب اللي موجودين معنا تشكروا الأستاذ هاجر والأستاذ فاطمة والأستاذ أميرة لأنهم يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى هم من يجعلونني قادرا على التحدث إليكم فاشكروهم جميعا وجزاكم الله خير ونبدأ المناقشة بيني وبينكم طبعا أذكر أستاذ أميرة أنني لست بفضيلة لأن الفضيلة هذا يكون شيخ وعالم جليل أما أنا فعمل مجتمعي معادلات تقسيم مال الزكاة هي تعتبر قضية محورية في العمل الاجتماعي والعمل الإنساني وهي مجال نشاء نقاش يعني كبير ولا يتوقف وأنا في هذه المداخلة معكم أو في هذه المحاضرة الجزء الأول فيها بنيت على أساس مشاكل وجهتنا في الغرب في أولوية توزيع أموال الزكاة وكيف نقسم أنواع نقسمها إلى ما يصرف داخل الوطن الغربي وما يصرف خارج الوطن الغربي دي نمر واحد عشان تعرفوا كيف بدأنا هذه المحاضرة الجزء الثاني منها يختلف تماما عنها بنية على استشكال ما يسمى التمويل الإسلام الاجتماعي الذي أصبح أو كان توصية عاقب مؤتمر قمة الإنسانية العالمية من عقد في اسطنبول في شهر مياه 2016 وأصبح الآن مصار للمؤسسات الأممية وغيرها في جمع أموال الزكاة من المسلمين أما فلسفة الفكرة بتاعت محاضرتنا اليوم فإن المؤسسة الزكاة هي مؤسسة وعمل مجتمعين وكلمة مؤسسة أنا سمعتها لأول مرة من أستاذنا الفاضل الدكتور علي القرداوي الذي سمعته في حوار عالي المستوى في قناة الجزيرة تكلم عن أن المؤسسة مؤسسة وليست فقط فريدة وليست مجرد شعيرة فردية من أركان الإسلام لأنها ترتبب بأعمال عدة منها وسائل جمع أموال الزكاة من حفاظ علامات جزيرة من الزكاة جمع المعلومات عن المستحقين تحديد يحتاج لهم ثم توزيع أموال الزكاة ثم كتابة تقارير فلذلك ربنا وضع فيها بند اسم العاملين عليها لأنه يعلم تماما العلم في علمه الندني أن الزكاة هي مؤسسة فلذلك لابد أن يكون لها عامل عليها يتقادوا مرتبات ويتفرغون لهذا ده بالنسبة لمدخل الفكرة التي نتحدث عنها اليوم فضلي ده الفهرس اللي هم نقدمه كل مرة وطبعا من حقوقكم نقطة أروه ما هي الزكاة ومصارفها وكلمة فقيه وكل هذه الأشياء المحاضرة اليوم يا شباب طويلة فيها قرابة كم صريحة؟ قربة أربعين شريحة وجماعة فيها محاضرتين في بعض قد يرى بعض فيكم منكم أنهم ليسوا متواصلين لكنها بالنسبة لي متواصلين وهي أمانة وعلم أريد أن يصل إليكم أريد أن يصل إليكم جميعا إن شاء الله فضلي الزكاة في لغة واصطلاحا أما في اللغة فهي النماء والزيادة والبركة إزاي أنا بخب منك مال وفي نفس الوقت بدم مالك ما نقص مال من صدقة هكذا قال رصاصة وزيادة في المال والصدقة والبركة والرزق كل دي أنواع لتعريفات الزكاة اللغوية أما استراحة في الفقه فهو المال المخصص والذي يجب دفعه للمستحقين بشروط مخصصة أو مخصوصة أو في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم يعني السائل المحروم دي حق عندك في الزكاة مشي جيش حتمنك ولا يهان عشان يكون تحقه قد من أموالهم صدقة تطهركم تطهرهم يعني هي زي ما تكلمنا في تعريف اللغة وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاة كاسا سكنوا لهم والله سميع عليهم ده فقها اصطلاحا في الفقه بعد كده إنما الصدقات دي بقى المصارف في الزكاة من الفقراء والمساكين والعمين عليها وهنا نرجع لتعريف الدكتور الفاضل العلامة القرداغي في مفهوم أن الزكاة مؤسسة لذلك ذكر العامين عليها والمؤلفة قلبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل خريطة من الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله حكيم أين؟ أي أن فردية اعطاء أو توظيف العامين عليها لكي نحاول المحافظة على مال الزكاة وهو مال مؤسسة أما الفروض الأخرى زي الشهادة هي فرد فردي الصوم فرد فردي الحج فرد فردي والصوم فرد فردي أما الزكاة أما الزكاة فهي فرد للمجتمع فلذلك لابد أن نحول هذا السهم إلى أن تكون هذه مؤسسة اسمها مؤسسة الزكاة ليس فقط يعني أعطاء مال بدون أن نحدد مصرفه ونراقب ونتابع هذه المؤسسة في الصوم معنى الفقه الفقه هو الإنسان المتعلم والمتخصص الخبير في مادة ما أو في تخصص ما وهو القادر على استطلاع واستخراج واستنباط الأراء الفقهية المجتمعية والأراء الفقهية الشرعية دي بعض التعريفات نبع أن تبقى ما تخل لنا جميعا تفضلي الفقه الشرعي هو الفقه الذي يتحدث عن أمور الشريعة يتخصص فيه العلماء من الفقهاء الشرعيين الفقه المجتمعي هو نوع التخصص الذي يتصدى له كل خبير فقيه في مناحي الحياة المجتمعية يعني الطب الهندسة الزراعة المياه التعليم الصحة الترق الكباري الإعلام الثقافة إلى آخره فالفقه المجتمعي الدستور القضاء إلى آخره فالفقه المجتمعي هو الذي يعلم أو يفقه تخصص ما من تخصصات الحياة المجتمعية هذا فقه وهذا فقه واضح شباب معايا بعد كده ما العلاقة بين الفقه المجتمعي والشرعي الفقه المجتمعي يحتاج إلى الفقه الشرعي إذا كانت هناك مشكلة تحتاج إلى مرجعية شرعية عندي استشكال في زرع الأعضاء عندي استشكال في نقل الدم عندي استشكال في الزواج أو اللي هو اللي بنسميه اللي هو التلقيح الاصطناعي لابد أن يكون من الزوج والزوجة مش أجيب حيوانات رومانوية من ذكر آخر فيعتبر كالزنا وهكذا فأنا هنا كطبيب محتاج لرأي الفقه الشرعي الفقه الشرعي يحتاج إلى الفقه المجتمعي المتخصص في جانب من جوانب الحياة أو تخصص تحتاجه المجتمعات يعني كلا هما يحتاج لبعضهم البعض للتشريع الشرعي وللخبرة المجتمعية واضحة يا شباب ننتقل دي بعض الإحسايات اللي أنا عملتها أيما كنت عملت المحاضرة دي من سنتين أو تاسين أو أكتر عن تأثير الكورونا على المستوى الفقر في العالم عدد الفقراء في العالم في ذلك الوقت كانت 734 مليون نسمة يعني يعيش تحت خرض الفقر 23% من سكان العالم بيعيش بأقل من 3 أو 2 من 10 دولار في اليوم عدد الفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا كان 119 إلى 124 مليون نسمة يوجد 2 و7 من 10 مليار إنسان من الأكثر فقرا وضعفا في العالم يحتاجون إلى دخل أساسي مؤقت لحمايتهم من أثار جائحة كورونا تبقى لبرنامج الإممائي الأهم التحدي يعني قرابة 3 مليار يحتاجون ل اللي هو دخل أساسي مؤقت فقط في فترة الكورونا اللي عدينا بيها وما زالت أثارها السلبية تتعايش معنا بعد كده يعيش 172 مليار شخص تحت خط الفق أو فوق في مباشرة في 132 دولة نامية ويحتاجون إلى 199 مليار دولار شهريا وإذا الدخل يغطي فقط الحاجات تريعي الطعام نفقات الصحة والتعليم وليس كل شيء في حياة الفقراء 199 مليار دولار شهريا سوف يزداد عدد الذين يساعدهم من برنامج الجزاعة العالمي من 97 مليون في 2019 إلى 138 مليون يعني بنسبة 45 في المية ده فقط على آثار جائحة كورونا ويعتزل من برنامج الجزاعة العالمي مساعدة أكبر عدد من الجو على الإطلاق في الوقت تدم فيه جائحة الكورونا يعني أنا نتكلم عن الآثار السلبية لجائحة كورونا واللي إحنا ماذا بنعاني إليها إلي يومين هذا فضلي المشكلة فين بقى الشباب المتحمس عندنا زي الشباب المتحمس عندكم زي الشباب المتحمس اللي كان في غاز وتأحد اللي فرض رأيه على رسول صلى الله في الخروج ورسول صلى الله ما كان يقول خروجه الحرب إن بعض الجماعات لحديث التسجيل في أوروبا عندنا بالذات يعني وبعض الشاب المتحمس والغيور على محاربة الفقر ومساعدة الخراء في بريطانيا والدول الأوروبية الغنية يحاول أن يفرض على المجتمع ومنحين صرف أموال زكاتهم في بريطانيا أو أوروبا أو أمريكا فقط قد يكون هذا له أصلا من أصول الشر ولكن قد يتعارض مع تعارضا شديدا مع معرفة مكونات المجتمعات التي لابد علينا أن نساعدها خاصة مع تفاقم الأزمات والصراعات المسلحة وتفاقم عدد النزحين واللاجئين ومشاردين في العالم والتي تعد بعشرات المنزحة يعني مثلا نكلم معكم الوقت الصومال فيها مجاعة الشرق الأفريقي فيه فيضانات والجفاف وتصحف السودان فيها فيضانات تضربها للعام الرابع 18 19 ونهار 22 كاكستان فيها فيضانات غير عادية المتأثر من مثل هذه غير بها اللي هو النزوح واللجوء في القضية السورية والقضية اليمنية والقضية اليغورية والقضية الروهنجية إلى آخره وفي الكونغو وفي أفريقيا الوسطى إلى آخره إلى آخره إلى آخره فما ينفعش فتوى واحدة تضيق واسع ده كان الأسراع اللي بينا أو بينا شخصيا وبين بعض الشباب المتحمس تفضلي من جهة أخرى ده كان من جهة أما من جهة أخرى ازداد معدلات الفقر في العالم زي ما احنا قولنا قبل كده خاصة في الدول النامية كما ذكرنا قبل فلابد أن نكون متوازنين أو متزنين في أراءنا وأن نوازن بينها أننا نعيش في دول غنية في الغرب اللي فيها خدمات اجتماعية ومعصصات مانحة لهذه خدمات اجتماعية بين الدول الأخرى ليس لها أي خدمات اجتماعية فلجئين ونزهين وننظر لليامن دلوقتي وننظر لسوريا قضيتها اللي بقى لها 11 سنة دلوقتي وننظر للدول الأفريقية كبيرة كثيرة جدا وأسيوية وأمريكا لاتينية هنلاقي أن البنية التحتية أصلا مش موجودة فلا نقيس مستوى الخدمات الاجتماعية في البلاد اللي حميش فيها في الغرب بمستوى الخدمات الاجتماعية اللي بيعاني منها النازحين واللاجئين في كل المكان في العالم أو في الدول الفقيرة وهنا ليعلم الجميع ومنهم أنا أنه لا يوجد وجه واحد لإنفاق أموال الزكاة ولا يوجد اكتهاد واحد لإنفاق أموال الزكاة في ظل تفاقم الأدمات الاقتصادية الصراعات المسلحة النزوح واللجوء تغير المناخي اللي احنا شايفينه حاليا أمام أم بعيننا في باكستان وفي السومال وفي السودان وفي دول أخرى فضلي التوازن هنا يجعلنا نوعة الأولوية لسف أموال الزكاة في هذه الدول فقيرة طبعا أما الدول اللي احنا ننشفها في الغرب واللي تبفر كل هذه الخدمات مجانة المواطنية فعلى المؤسسات الشابة هذه ألا تتحور وأن تعمل كالتالي اللي كانت تستطيع مساعدة بعض فقراء في هذه الدول أول حاجة أول حاجة أن تعلم أين توجد مؤسسات المحلية مثلا في بريطانيا في مؤسسات محلية وميزانياتها أعتقد سنويا ثلاثة مليار جنيس تليني وعندها قدرة لإنفاقها دي الأموال داخل بريطانيا هتلاقي في أمريكا كذلك وحتلاقي في أوروبا كذلك وحتلاقي في كذا ندور على المؤسسات دي وفي منها بتشتغل في دول فقيرة أخرى نعرف ما يبقاش إحنا بس ننام على المال البسيط اللي احنا بنجمعه من المسلمين في دولنا لذي بكون لنا تنوع في الدخل من المؤسسات اللي بتصرف أموالها داخل الوطن اللي احنا منعيش فيه في أوروبا وبتصرف أموالها في خارج الوطن اللي احنا ما يعيش في فوروبا في دول فقير ديني مراحل إن تعمل تعلم مش تعلم يا صلحية يا فاطمة أن تعلم أو يا هاجل أن تعلم الإدارات المعنية يدخل الوزرات اللي بتمنح الفقراء واللاجئين اللي في دخل دول يعني مثلا في البريطانيا في وزرات كاملة في أمريكا في وزرات كاملة في أوروبا في وزرات كاملة بتتولى أمور اللاجئين الذين أتوا إليها من سوريا ومن اليمن ومن باكستان ومن أفغانستان ومن الصومال إلى آخر إلى آخر وتعمل هذه أيضا المؤسسات دي على تأهيل نفسها المشكلة إيه اللي مش عارفة تستفيد من هذه المزانيات الضخمة لدى الدولة أو هذه المزانيات الضخمة لدى المؤسسات المانحة في داخل أوروبا المزانيات مؤسسات خاصة واللي بتعدم زيادتها بالمليارات فبيروحوا المين يروحوا المسلمين ويطلعوا الفتاوي تخلي تديع الواسع وتجعل حليم حيران فضلي المسكنة فين بقى واحد يقول سألني السؤال ده الجماعة اللي وصلوا حديثا زي اللي جمع من سوريا في 2016 ومن سومال ومن أريتريا ومن أفريقيا ومن دول أخرى وصل أوروبا أليس لا محق في الاستفادة من خدمات النعم نعطيهم جزء من أموال الزكاة وليس كل أموال الزكاة نوازن هنا يكون في توازن توازن ما بين الحاجة الملحة للاجئين أتوا في مجتمع يقدم خدمات اجتماعية وحاجة أشد الحاحن في مجتمعات ليس فيها أغاية أشد فقر وليس فيها خدمات اجتماعية ده ليه لأنهم أقل عددا من أعداد النازحين واللاجئين في الدول الأخرى ولا تلتوك جيش فيها أي نوع من أنواع الخدمات الاجتماعية لذلك يصبح الموازنة أو التوازن بين الإنفاق على المهتقين في الدول الغنية والإنفاق على المهتقين في الدول الفقيرة ولا نلزم أو نروج لأي رأي فقهي يلزم الناس على فعل أنا أنا بس بضرب الأمثلة وأنا بنتكلم دلوقتي في ملايين ملايين من الناس في باكستان وفي السودان وفي دول أفريقية أخرى وفي السومال يعانون أشد المعاناة إما من الفريضانات والجفاف والتصحر والمجاعة اللي موجود أيضا ما فيش إلزام برأي واحد لاستشكال هنا فأنه من السهلة زي مؤسسات المتحمسة دولة الشباب المتحمس أن تطلب الزكاة المسلمين سهل يخش الجامع بقى وكلم الناس وندخم الحاجة والناس بيصرفوا فلوسكو بره ممكن اللي هو اللي هو حماسية أو عاطفية الخطاب الإنساني ولحقونا 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 لكن علينا أن لا نسد حاجاتهم من أموال المسلمين القليلة مقارنة بالمليارات الموجودة في المؤسسات البريطانية والأوروبية والحكومات الأمريكية إلى آخر والتي إن استطعنا وهنا بقى الاستطاعة الناس بيستسيلوا يا شباب مش حاب يعرفوا يكتبوا مشاريع يكتذب بها أموال هذه الحكومات وأموال المؤسسات المحلية البريطانية والأوروبية اللي تكون عائلات قصدها أنا يمكن بضرب المسلم ده كتير جدا 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 إن في أحد اللوردات في بريطانيا هو بيقص من شباك الأصر بتاعه لها عصفورة جميلة فصورها وعمل عليها بحث فلأنها بتنقرض تعرفوا عملية يا شباب عمل مؤسسة لمنع انقراض هذه العصفورة يعني معناها في ناس هنا بترى العمل الاجتماعي بتاعنا متنوف فلذلك وفي منهم كتير عندهم مليارات الجنهات اللي هم بييفروها للاجئين اللي بيجوا عندهم في بلادهم لذلك ما نستسهلش ونخش على المساجد وناخد فلوسها وفي ناس ممكن يعطونا لكن علي اننا ننمي قدرتنا لكي نستطيع ان نضع مشاريع يقتنعون بيها في يعطونا المال فضل اني بنا واحد يما اتنين الفقراء من اهل البلاد اللي هش فيها في الدولة الغربية لنتبق عليهم زي نساعدهم ما حاجة قال ما نساعدهم مش ابدا عندنا هنا خاصة دلوقت يا شباب اصبحت اسعار السلع تكاد تكون تضعفت بعد كوفيد وفي حجة جديدة بعد الحرب في اوكرانيا يقول لك ما فيش زيت ما فيش وقود ما فيش غاز ها ما فيش قمح كله رمي على اوكرانيا حتى الكهرباء يقال انها هتزداد عندنا سبعين او ثمانين في المية في الشطر القادر فلابد ان احنا ايه نوازن حاليا ما بين انفاق داخل هذه الدول اللي مازال عندها خدمات اجتماعية وخارج في الدول اشد فقر ان لاسل فيها خدمات فذلك احضر بعض المعادلات وده اكتهاد شخصي مني اسمعوا الكلمة دي ليس قرآنا ولا حديثا ولا شيء انا باكتهد من خلال خبرة انا مشيت فيها في طريقة اربعين سنة وبقول ده رأيي اللي عايز ياخد به ياخد به واللي مش عايز ياخد به وكتاب برأي اخر هو حر او هي حر تقسيم اموال الزكاة ما بين المكان الذي يعيش فيه المزكي والمتصدق والمكان الاخر الذي فيه مجتمعات اخرى فقيرة بالنسبة تتناسب مع حاجة الفقراء والمحتاجين من جه وقوة او ضعف او غنى او فقر الدولة التي يعيش فيها المزكي والمتصدق من جه اخر فعنخش على المعادلات اللي انا كتب اللي هي تنطبق عليكم ايضا ايها الشباب والشباب وياتر الشباب انا بصيت في دول من مجلس منظمة التعاون الاسلامي ولقيت فيها السبتال خمس مجموعات المجموعة الاولى اللي هي الدول اشد فقر وانا مسميها مجموعة او نسبة العشرة لتسعين في المية يعني ايها عشرة في المية يعني هنا او دولة كجيبوتي يعني او دولة كالسومال او دولة كالنيجر او دولة كالماليا او وسط افريقيا فيه ناس اغنية فانا بقول لمتصدق الغني اسرف تسعين في المية من مالك داخل النيجر والسومال لكن الديني عشرة في المية تصرفها بلد اشد فقرا من بلدك دي ما حصل السنة او اول السنة دي لما الفلسطينيين جمعوا مال للنزحين السوريين داخل سوريا شوف الاثار والتواصل بين المجتمعات دي مجموعة نسبة العشرة في المية يعني الغني السوري الذي يعيش في ادلب يسب تسعين في المية داخل وعشرة في المية الجهة لليمن ليه لإقامة مبدأ الاثار خاصة حينما تأتي اموال من السومال الى بلد كالنيجر او ماليا واصل افريقيا فاشعر المحتاج في هذه البلاد بمعنى الايثار الذي آثر فيه المعصنون من السومال هؤلاء الناس على انفسهم من هذه الدوك قد تبالكم معنى عشر وتسعين يعني يعني حتى في الاغنياء في هذه الدول الفقيرة انتلاعوا العشرة في المية دي كل اكتهادات الشباب عشان اقامة مبدأ الايثار ما بين المجتمعات ايه بقى اسمها الدول دي كلها في المجموعة الاولى السومال وجيبوتي واليمن سوريا كانت يعني غنية لكن ان شاء الله ترجع مرة اخرى الشدان والشد والناجر والمالي الى اخير ولبنان خانت واصبحت وان شاء الله تربع متقدمة بنجردش جذر الامر فلسطين كل الاشياء دي كلها دي دول فقيرة حتى الاغنياء يصرف 90% من امواله داخل دولهم لكن 10% للدول الاخرى الله شد فقر دي المجموعة الاولى الشباب المجموعة التانية الدول متوسطة الدخل انه احنا نسميها نسبة 20-80 او 15-85 يعني ايه يعني المتصدق منهم والمزك يصرف 80-85 من ماله داخل الدولة دي و15-20% في الدول اكثر فقر والدول الاسماع موجودة قدامنا لو انتم عايزين تقروها وطبعا حازت ليبيا فيها حاليا واذربيجان حاليا لان ليبيا ان شاء الله لما تتعافى هتكون من الدول تطلع المجموعة الاولى وكذلك اذربيجان لانها دولة المترولية ممكن تطلع عن مجموعة الاخرية وكذلك العراف ان شاء الله الاخرية فدي المجموعة التانية المجموعة التالتة اللي هي الدولة الغنية في دول المنظمة التعاون الاسلامي اللي هي نسبة 70-75 خارج الدولة الغنية 25-30 داخل الدول اللي بيجي فيها بمعنى ان في في الدول دي فيها فقر في فقراء وفيها محتاجين لكن 75% من منهم يطلع خارج هذه الدولة الى البلاد الاسد فقرة ومن هذه الدولة الدولة الخليجية اللي هي السعودية والكويت والامارات وسلطانة عمان وقطر وتركيا وماليزيا الى اخير واضح يا شباب بشوفوا النسبة بتتغير ازاي ودي اكتهادات او تقولوا ان انا جبتها من كتاب والله ما جبتها من كتاب انا من كتس ما الواحد بيفكر وربنا بيفتع عليه بدعاء كمالية بيطلع الحاجات دي كلها تطلع خطأ تطلع صح او من اكتهاد واصاب فلاه اجرين او اجران او من اكتهاد واخطأ فلاه اجر واحد شو بقى الحتة الاخنية دي بقى اللي تكون لسعة قد تتغير هذه النسب حسب الازمة الاقتصادية اللي هي واجهها العالم الان وخاصة بعد الحرب في اوكرانيا وقد تشبع النسبة خمسين خمسين لان انا اعرف دول كتيرة جدا بدأت تتحجج بحرب اوكرانيا لكن في ازمة اقتصادية عالمية حتى اوروبا وامريكا وكندا بيعانوا منها وبدأوا يعانوا عنها حاليا في نقص كتير جدا في المزانيات فهتبتلي مستوى الفقه بلا يرتفع فهتتغير من خمسة وعشرين إلى ثلاثين في المية قد تصل الى خمسين في المية خمسين خمسين وده كلها برضا اقتهادات فلذلك الشباب اللي موجودين في الدول الفقيرة ما يعيشوش فقط على النفقات او الانفاق الحجر من الدول الغنيه مجموعة الرابعة في دول منظمة التعاون الاسلامي اللي هي دول اكثر ثلاثا وده مجموعة تسعين لعشرة يعني تسعين لعشرة تسعين في المية خارج البلد وعشرة في المية داخل البلد الغنيه ودي منها اقتهادت وحطيت سلطانة بروناي انا دورت بروناي مرة او مرتين لعدد صغير جدا لكن هي اكثر صراء من كثير جدا من الدول الخليجية يبقى احنا عندنا دولة اربع دول او اربع مجموعات داخل من الدول منظمة التعاون الاسلامي كلها اقتهادات الشريح اللي بعدها مجموعة الخامسة للدول غير اعضاء في نظمة التعاون الاسلام ويرجعها منظومة العشرة تسعين يعني عشرة في المية خارج البلد وتسعين في الملخ البلد المين هي بقى قبرص والبصنة والهرسك وافريقيا الوسطة حتى افريقيا الوسطة حتى تشاد ولو انها تشاد هي تعتبر يعني من دول مجموعة التعاون الاسلام يتتبع عليها ودسعين داخل يعني من الحاجات الجميلة في البصنة ان مكتب الاغاثة بدأ مش بس يعت الميزانيات من بريطانيا للبصنة ولهرسك لكن بدأ يخلي اهل البصنة ولهرسك يجمعوا تبرعات محلية عشان ينصفوها محلية كذلك في كورسفو وكذلك في البانيا يعني الناس اللي هناك في قدرة على جمع المال من هناك تصرف محلية ده بالنسبة للدول غير اعضاء في النظام التعاون الاسلامي الدول اللي فيها عقليات مسلمة اللي هي ما يعيش مسلمة اللي هي الدول الغنية الاوروبية والامريكية والكندية بينطبق عليها مجموعة الدول الغنية نيام ثلاثة اللي هي مجموعة الخمسة وسبعين خمسة وعشر او السبعين ثلاثين يعني سبعين وخمسة وسبعين خارج البلد وخمسة وعشر وثلاثين داخل البلد ولما اوروبا وكندا وامريكا الشاملية ونيزولاندا واستراليا اللي هي تعتبر دول مانحة على مستوى العالم النسب دي اخواننا ممكن ان تتغير العام القادم دي ما نقول قبل كده خمسين خمسين والله اعلم لكن ده التوقعات عند واحد زي انا لست من الخبراء الاقتصاديين بس كل المؤشرات بتقول ان فيه ازمة اقتصادية طاعنا تضرب العالم كله وليس دولة غير دولة او دون دولة اخرى مجموعة التانية اللي هي مجموعة اللي هي ثمانين خمسة ثمانين او خمسة عشر لدول المساورة الدخل المزكي يصرف ثمانين لخمسة ثمانين داخل البلد وخمسة عشر اللي عايشين خارب البلد منها هي يبقى كينيا تنزانيا جنوب افراقيا كينيا تنزانيا جنوب افراقيا دول اكثر استقرارا من الدول عشد فقرا لكنها ممكن يبقى ان يحط عليها نسبة الثمانين خمسة ثمانين او الخمسة عشر اللي عشر واضح شباب معكم واضح معنا طيب فيه احنا شكرا يا اخت نسين ربنا يا بارك فيك بتشجعيني انه تم القمة العالمية الانسانية اللي حضرت في السنبول عندوكو يا اخت اميرة في مايو 2016 تنعى كده شيء فجأة واحنا قاعدين في جلسة في جينيفا جلسة عملت لمناقشة اللي هو التمويل الاجتماع الاسلامي وكانش حد يعرف عادنا نتكلم من وشمال لانا فيه جلسة يعني ايه رتبت واصبح لنا نسمع اللي هو مسلم الانجليز الاسلام وده اصبح استشكال جديد في جمع اموال الزكاة وانفاق اموال الزكاة فما هو رأينا فهذا التوجه للامم الحديث ان الام المتحدة نفسها تبدأ تجمع اموال الزكاة وده كانت توصية من مؤتمر القمة الانساني العقد منذ ستة سنوات في مدينة اسطنبول في عام 2016 مايو 2016 بعد كده فاحنا اكتهدنا ان نضع شروط لاعطاء الصداقات والزكوات للمنظمات الغير اسلامية وبردك وضعنا تعريفات للقوى النعمة لعبادة الزكاة لان الزكاة عبادة ولها قوى نعمة ولا تعطى اموال بدون شروط يعني احنا لما بنجي ناخد اموال من محاسسات الاتحاد الاوروبي او اي مؤسسة من مؤسسات الامم المتحدة او اي مؤسسة من مؤسسات الامريكية المانحة او كالنادية المانحة بتفرض عليك شروط المنح حتى المؤسسات الاسلامية العربية تصرف عليك شروط وثقافات على حسب اللي هو مجز بتاعتها فدي بقى السروط اللي احنا اجتهدنا فيها انها نضعها امام على الطاولة امام الذين يجبون ان ياخدون الصداقات والزكوات من المنحسسات الغير الاسلامية فنكتمع عليها يا شباب لكي لا تضيع اموال المسلمين هبا لبعد كده شروط اعطاء الزكاة والصداقات للنظامات الغير الاسلامية والقون نعمل لعباد الزكاة يعني ايه بقى نقول بقى وخليكم صبرين معايا علشان الموضوع لسه ماكملش دي كانت احدى مخرجات مؤتمر قمة الانسانية زي ما قلت قبل كده نعقل في اسطنبول في 2016 اللي هو التمويل الاجتماعي الاسلامي لما احنا سألنا في المؤتمر يا شباب واخوات طيب مافيش حاجة اسمها تمويل اجتماعي اه تمويل اجتماعي مسيحي مافيش نعملها تمويل اجتماعي ديني مش معنى اسلامي بس اللي اقتراح بقى لعملية الاممتحدة ان تجمع مؤسسات الاممتحدة ذات الصفة الانسانية اموال الزكاة والصداقات من المسلمين لماذا لصعوبة تحويل هذه المؤسسات الاموال من المؤسسات الاسلامية والمسلمين لاماكن الحاجة واتي منها على سبيل المثال فلسطين الرهونجا اليجور الصين السودان السومال سوريا اليمن وغيرها من المناطق دعراه الى اخر انتو عندكم مشكلة الكلام اللي قيل في الجلسة واحنا عاديين في 2016 انتو عندكم مشكلة احنا هنحل المشكلة دي بنا ناخد اموال الزكاة منكم ونوصلها المسلمين التانية طيب صار على العاملون في المؤسسات الامامية باخذ العديد من الفتاوى من العلماء والمسلمين والذين اجازوا هذا المصار وهذه الوسيلة ولم يقتصر هذا الامر عن مؤسسات الاممتحدة فقط بل تعدها لعديد من المؤسسات الغربية الانسانية والتي منها مسيحية تنصرية دونس كراسمان انا في احد انا في احد الجلسات مع احد المشايخ من الافاضل قال لي هم اقولي وسألوني قالوا المسلمين عندهم مشكلة في البنوك في تحويل الاموال والبنوك متحولهم ش الاموال احنا هناخد الاموال بتاعت المسلمين وحنحولها للمسلمين في اماكن الحاج فالشيخ افتح فانا لما تحدثت مع الشيخ ده ما هي ابعاد العمل الانساني او القوة النعمة للزكاء المؤثرة او البنية عن المجتمعات نفسها فالشيخ قال لي يا ما قدرش يرد علي فقلت فيها كذا وكذا 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 هم بس جابوا لك صورة واحدة من خمسين صورة او جانب واحد من خمسين جانب فلذلك حصلت فتاوي على عدم قدرة المؤسسات على تحويل الاموال واحنا هناخد الاموال نوديها للمسلمين فاغلب المشايخ افتوا بهذا جواز بهذا وده طبعا كان من احد المسؤولين انا عرفها شخصيا ولو قال لي هكذا طبعا عندنا مشاكل منها مشكلتنا مع البنوك ساعدونا قال لي مش مشكلتي دي مشكلة حكومتك او مشكلة كذا وكذا وكذا طيب بعد كده انا نتقع على المشكلة المرطانية اول حاجة المشكلة عندنا لغاية دلوقتي واللي بسمعني عارف اكثر مني تضييق البنوك على المؤسسات الانسانية الاسلامية في تحويل الاموال العديد بمعاطق الصلاحات المسلح وذات فاق الشديد وانتو عارفين ده كله وعارفين المعاناة الشديدة اللي احنا بنجدها تحويل الاموال للدول اللي انا قلت عليها دي حق البنك في اغلاق الحسابات دون ابداء اي رأي او اي سبب استعلاء غير عادي خلاص انا هاديك فطرة شهر وتقفل الحساب بتاعك لذلك كانت هذين الاشياء بتوله امام ايه امام مشايخ بعد كده انا تقع المشكلة ثلاثة في ظل الاسلاموفوبي يا شباب والحرب على الارهاب طلعت مؤسسات فكرية جديدة وده مشكلة تانية ان احنا احنا كمسلمين وكعرب ما عندناش مؤسسات فكرية اللي احنا نسميها الثينك تانك هذه المؤسسات الفكرية داخل اروقاتها ناسخ من الخبراء الامنيين والاستخباراتيين والعسكريين اللي بدأوا يثنفوا مؤسسات اسلامية وضعوا على قوال المرهاب حتى الاسماء انا لما عرفت من 3-4 سنة قبل كوفيد ان فيه ما لا يقل عن 3 مليون اسم موجود على قوائم هذه المؤسسة وغيرها فلما البنك بيخش على قيمة هذه المؤسسة ويلاقي اسمي انا موجود او اسمك انت موجود او اسمها هي موجود او اسم موجود في حساب الاسماء وهذه المؤسسة دون ان تعلموا تصنف الاسماء والمؤسسات على اساس ما يكتب عنها في الجرائب ظلما وظلما مهتنا او حقيقة ده المشكلة التالتة مشكلة الرابعة في بتواجهنا تضروا الملايين من اصحاب الحكم الفقراء من عدم وصول مستعقص لهم ليه لان اموال اللي بتتحول من بلد الى بلد قطعة شهر او اتنين او تلاتة يكون دي اموال لكفالة الايتام او تنفيذ مشوه معين يعني مثلا لو انت بتحول المال بتاعك بالدولار من بلد زي مثلا خليج اي دولة خليجية فبتروح على اطلانطا او على المولادات الاحلامية الامريكية البنك هناك والبنك هو اللي بيرى حقية تحول الى اموال الى مستحقية في بلد ما او لا وقد يأخذ هذا الشهور وقد يصل الى سنة وقد يمنع البنك تحولها وقدما ترجعلك بترجعلك بعد كده بعد ما يأخذ منها قيمة اللي هو النسبة بتاعت الحسابات او يوقف التحولات خوفا من ان تصل هذه الاموال الى هماكن فيها ارهابيين او جمعيات تصنف كأنها جمعيات ارهابيين دي المشكلة اللي امامنا احنا هنا يا اخواننا او يا اخواتنا الفضيات ما بنبحث عن اننا نتهم احد لكن هنا نبحث عن حلول لهذه المشكلة المذكورة على مع ذلك علينا ان نضع شروط لجمع الزكاة والصدقات من قبل المؤسسات ايه بقى الشروط اللي احنا عايزين نحطها ايه الشروط فيه شروط مبدئية اساسية وفيه شروط اخر الشروط مبدئية اساسية دمرة واحد لا تعطى الزكاة الى مؤسسات دينية يناهي الدينها الدين الاسلامي عقيدة وديانا وسوف تساعد اموال الزكاة في نشر مسئلاتها الدينية غير مسلمة وانا اعرف ان بعض المؤسسات اللي بدأت تعمل حمالة للزكاة دلوقتي هي مؤسسات تمصيرية والمسلمين يعطوها الاموات دمرة اتنين لا تكون هذه المؤسسات فكريا او ثقافيا او انسانيا او قيميا او فلسفيا تناهد فلسفات ومؤسسات واخلاق الدين الاسلامي اشوفها المؤسسة في فكرها وثقافتها وعملها الانساني وقيمتها هل بتناهد اخلاق الدين الاسلامي او لا قبل ما اعطيها عموار الزكاة ده ان اردنا انعطيها عمار الزكاة. ده أمر اثنين. مشروط المبدئية الأساسية. يبقاش ارجعي بقى انفقدة يا اخت اميرة واني اخت فاطمة. الصلاحة لقبل كده. اشترتين دول هما مبدئيا لا يتغيروا. في مؤسسة غير مسلمة. دينية. فكرها ينقض الدين الاسلامي. او ثقافتها. او قيمها او فلسفتها. او مصرها لا نعطيها امور الزكاة. اللي هتعود عليه نحن بالسالب. واضح? ده رأيي. قبل ان تعطى. ده بالنسبة للشروط المبدئية الأساسية. المجموعة الثانية من الشروط هي ايه? فضلوا. هي شروط تحقيقية مجتمعية. تعبر عن ايه بقى? حتى دي مهمة جدا. حتى دي مهمة جدا جدا جدا. وانت تفهموها اكتر مني. تعبر عن القوى النعمة لعبادة الزكاة. الزكاة عبادة. الزكاة عبادة. لابد ان تحقق عبادة الزكاة. هناما تصل الاموال من المزكي ومتصدق الى الفقير. تعبادة. وتحقق لنا القوى النعمة الناتجة عن عبادة الزكاة. وده اللي كان بيتكلم عليه. دكتور علي قوى عن القرى داغي. ان الزكاة مؤسسة وليست فرد لفرد. فرد بالضاد لفرد بالدال. هي بقى شروط القوى النعمة لعبادة الزكاة. اول حاجة. نضع مبادئ العبادة ومعايير قوى النعمة للزكاة. لان الزكاة ليست فقط شعيرة ولكنها الركن اساسي من اركان الاسلام. وانطبق على هذا كل الشعار الاسلامية الاخرى مثل زكاة الصدقات والاضحة. من قواها النعمة ان هذه العبادة تؤسس وتثبت الروح الاسلامية. هل الناس الغير المسلمين دول. هيؤسسوا ويثبتوا الروح الاسلامية بين اصحاب الحقوق. والمانحين من الافراد المسلمين ومؤسستهم. يعني انها ديت فلوسي في مؤسسة غير مسلمة. هل هي تثبت الروح والتواصل ما بين اصحاب الحقوق في النايجر وفي المالي وفي الشاد. واصحاب المنح في الخليج او في اوروبا او في امريكا. او في تركيا الى اخرين. ولا لا. لما تلاتة. هل ما هياخدوا الفلوس دي. ووزعوه هما. الغير المسلمين. هل هيبنوا بها الثقة. في افئدة اصحاب الحقوق من كافة الفئات المحتاجة المنحين. لان على الزكاة. ها. ان تؤسس وتثبت الروح الاسلامية. وان تبدي الثقة في افئدة اصحاب الحقوق. انهم الفقراء. والمنحين. المؤسسة غير مسلمة هتعمل ده. وانا لا. هاي المؤسسة غير مسلمة. هتدعم المبادئ والقيم والاخلاقيات والثقافات والفلسفات الاسلامية. لدى اصحاب الحقوق. شوفوا الكلمتين دول اللي فتحت يا اخت اميرة. بعض اصحاب الحقوق. اصحاب الحقوق من كافة الفئات المحتاجة. من كافة. هل المؤسسة دي لما هنعطيها الزكاة? ها? هتدعمه هم. مبادئ والقيم والاخلاقيات والثقافات والفلسفات الاسلامية ولا لا? لازم نضع شروط. لازم نضع شروط. كما يتوضع عدد شروط في اي ملحة نستقبلها. لان اجازنا اعطاء اموال الزكاة لغير المسلمين. نمنا خمسة. تأسيس مسئلة تاريخ الاسلامية. هل هذه المؤسسات الغير مسلمة هتنشر تاريخ الاسلام وحضارة الاسلام والسنة النبوية وسيدة المصنف صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخرفاء الرشدينة ولا لا? كلها دي قوة نعمة للزكاة. هل هذه المؤسسات اللي هتاخد اموال للزكاة منا? هترفع الوعي الاسلامي بين اصحاب الحقوق من كافة فبقات محتاجة ولا لا? دي شروط. احنا بنحطها بنكتهت فيها. دي سابعة هل هتزيد يعني هتزيد المؤسسات اللي هي غير مسلمة? هتؤدي انفقة هي لزيلة ترابط مجتمعي من خلال ايبا بناء مؤسسات مجتمع مدني محلية قوية. اقولها ثاني. دي ترابط المجتمعي من خلال بناء مؤسسات مجتمعي مدني محلية قوية. ده الشرط السابع. الشرط الثامن هل هذه المؤسسات لغير مسلمة تأخذ اموال الزكاة? احنا مجمعي انها بتسري. لا بالعكس. اموال الناس امناء. هتستثمر هذه الاموال اوجود امنها في بناء قيادات اجيال المستقبل من ابناء اصحاب الحقوق من كافة الفئات المحتاجة ولا لا? واتحيني يا شباب? انا بحط الشروط اللي انا بؤمن بها. انت احرار. لكم ان تقبلوها. ولكم ان تعدلوها. ولكم ان ترفضوها. لكن انا لا استطيع ان اقابل خالقي سبحانه وتعالى دون ان اضع هذه لكي تكون امام الجميع. لكي ابرق زمتي امام الله سبحانه وتعالى. المتسعة هل هذه المؤسسات هتبرز رسالة الاسلام الانسانية والقدوات الحسنة من ابناء المسلمين? كما تبرزها المؤسسات الاسلامية? ولا لا. شرط التاسع. شرط العاشر. يا اميرة. يا اخت اميرة. حاربت التطرف والعنق الانعزالية تشدد والإرهاب. هل هتأخذ هذه الاموال عشان تحارب بها الوصمات التي نوصم بها كمؤسسات اسلامية وأفراد مسلمين تطرف والعنف والانعزالية وكذا 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 وكذا. ولا لا. ولا هي مجرد هاخد الفلوس دي. هاخد صندوق غذاء. كان الله بالصندق علي. لا. مش ده اللي احنا عايزينه. مش ده اللي احنا عايزين. اموال الزكاة لابد ان تصرف كعبادة من خلال ايه هي قواها النعمة اللي انا بتكلم عنها دي كله. كل دي قواه النعمة للزكاة. تفضل يا اختي. هل هذه المؤسسات ستحارب بالنيابة عننا الاسلاموفوبيا وكره الاجيام والمقتعاطيات ولا لا. لان احنا بالصرف والانفاق ممكن نتطرق لهذه المسيرة. هل الاقدارات القائمة على ادارة امور الزكاة في هذه المؤسسات. قد كن من المسلمين الملمين. بس مش اي مسلم يكون مش موظم عندهم. بشريعة الاسلام وفقه الزكاة والصدقات. ثم اخلاقيات المجتمعات الاسلامية ولا لا. ولا اي حد بيروح يوزع الزكوات دي كلها. دي كلها قوى نعمة لعبادة الزكاة. في مؤسسة الزكاة التي التي قال الله سبحانه وتعالى عنها في ركن من اركان امفاق. في ركن من 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 مصارف الزكاة والقائمين عليهم. لابد ان يكون قائمين على توزيع امور الزكاة في اماكن حاجة من المسلمين. دلكن هما هياخدوا امور الزكاة كغيرا المسلمين. الملمين بالشريعة الاسلامية. فقه الزكاة والصدقات والاخلاقيات والمجتمعات الاسلامية مع افضلية اعضاء هذه المهمة للنساء المسلمات المتوفرة فيهن الشيوط السابقة لحماية الفئات المستضعفة من النساء والاطفال. لحطينا هنا تلاتاشر شرط. يمثلوا القوى النعمة لإقامة عبادة الزكاة. الزكاة عبادة تقام من خلال معسسة الزكاة. اللي بتحقق هذه تلاتاشر نقطة لمن سمية قوى نعمة. سافعين يا شباب. كتير جدا من الدول الاسلامية كانت تعطي المنح دون سروط. كنا بنشد شعرنا. بغاية ما مرسنا راعت. كنا بدلا مع ناسنا كده. بنولتوا مع رأسنا وعلى صدورنا. يا اخوانا قلوا تصرف ازاي? ولا شيء. مليارات كانت بتصرف كل سنة. من كثير من الدول التي غالبتها مسلمة تعطى لمؤسسات دولية كبرى. دون شرطة او قيدة او اي شيء. ازاي? 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 وحينما تأتينا الاموال من دول مانحة غير مسلمة. تودع فيها كل الشروط التي تعبر عن الثقافة والتاريخ والقيم والاخلاق والفلسفة والعقيدة. ها? والدين نفسه. ها? شايفين يا شاب مشكلة الزكاة دلوقتي اللي حتواجهنا حديثا. بعد ان طلعت هذه التوصية او خرجت هذه التوصية من المؤتمر القمى الانساني. الانسان اللي حدث في 2016 في مدينة اسطنبول في تركيا. فضلي. هنا بقى ده اعتبر ايه يعني زي ما تقولي بيان. نحن لا نحرم او نجرم مؤسسات اي دولة. او او ام المتحدة او جرام. من قيمة هذه الدول. لا. لكن لابد انها العشروط. وخاصة انها مؤسسات دول وحكومات قادرة على ايجاد حلول المشاكل اللي احنا قلناها الاربعة. الاربع مشاكل. في الاول انتم ترجعوا تاني. رجعينا كده الاربع مشاكل دول يا اخت اميرة. او اخت فاطمة. مشاكل. قبل كده قبل كده قبل كده قبل كده قبلها. قبلها. البنوك. ادي فيه مشكلتين. سمعها سمعها سمعها. في مشكلتين بعد كده هو. بقى الصريحة اللي بعدها. اسلاموفوبيا والحرب عن الارهاب والتصنيف الموجودة. وتضرر الملايين من اصحاب الحق. شكرا. نرجع بقى لاخر حاجة احنا كنا عليها. الشريحة اللي كنا قفنا عليها. لبعد كده. فاحنا ما عندناش مشكلة. نتعامل مع كل المؤسسات. الغير الاسلامية. ولكن بشروط. تحقق مبادئ القوى النعمة لعبادة الزكاة والصدقات. تحقق مبادئ القوى النعمة لعبادة الزكاة والصدقات. والتي تحققها وماذا تحققها المؤسسات الانسانية والاقتماعية الاسلامية والعربية. ماذا نتكلم عنهم. فانساغر المسلمين من تحقيقها لما 13 نقطة باموال المسلمين. اهلا وسهلا بهم. لكن لابد نرى 13 نقطة. هيتحققوا ولا لا. وكم منهم هيتحققوا. فماذا تعطى اموال من غير شروط. كما نحن لا تأتينا اموال من منحين من غير شروط. افضل. بعد كده. مندوحة. هنجيب حتى كده بالتريق عشان تزغزع عاطفنا شوية. فظل الدول الاسلامية القوية كانت الدولة ستكفل بكافة خدمات الاجتماعية في كل مكان من اماكن البقاء التي كانت تحكمها. وهذا ما تفعله الان دول الاتحاد الاوروبي. ولوات المتحدة الامريكية. ولسا في عاصمة الدول ده مثلا في واشنطن او في روما او في لندن. لا. لكن في الدولة كلها. ففي الماضي. لما كانت الدولة قوية وبتقوم بالخدمات دي كلها. فالقابلها رجعها تاني. فالمحسنين المسلمين قسموا الزجاوة بتاعتهم الى او الصدقات بتاعتهم الى اجزاء. بزء وقفيات اللي موجودة الى الان. وموجودة بقالها مناعة السنين. والجزء التاني كان الصدقات بيصفوهم. لان خلاص ما حد دولة بتقدم كل الخدمات الاجتماعية. فالمحسنين الاغنية كانوا بيعملوا اوقاف. وكانوا بيعملوا ايه? صدقات للفقراء والمساكن. فضل. بعد حدوث الصورة المعلوماتية. وصورات منصات التواصل الاجتماعية. اصبح العالم لا يعيش في قرية. انما يعيش في غرفة معيشة. او غرفة مكتب. او غرفة نوم. او شارة الجوال محمول. واحد بيقولي طبو يعني ايه? ايه? ما فيش مشكلة. بل على العكس. اصبح يوجد تنوع في كل مناحي الحياة. ولا كما كان من قبل. هذا تنوع بيكون ثقافي وفكري وقيمي وفقهي وأدبي وأخلاقي وتريخي. وهو ركيزة مجتمعية تحكم كل مناحي الحياة في المجتمعات. وارجع مرة للشباب اللي كانوا متحمسين قبل كده. وخلونا من المحاضرة دي وغيرها من اكثر من سنتات سنوات. ولا تحملوا ايها الشباب عن نصوص ما لا تطيق. ولا تضيقون واسعا ولا تشقون على الناس. فشقوا الله عليهم. دي الخلاصة. فضلي. هذه الرسالة لي انا شخصيا ولكم. اننا هنا لسنا في سبقاق من اجل مات. وللسباب كذلك. بل في تكامل من اجل تأليف القلوب وتوحيد الجهود. للمرة واحدة. اننا هنا معا الوضع رؤية متكملة تسعد الفقراء والمساكين من المحتاجين. اننا هنا لنذوب احنا نذوب احنا 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 مجتمعاتنا. نذوب داخل الاروقة والدهاليز المجتمعية التي تقوي اواصل المجتمع. فنصبح فيها مع الاخرين لونا من اطياف شمس من مشاعر. اننا هنا معكم لنصبح احدى خيوط الانسجة المجتمعية. الرابطة لاركان هذه الانسجة. والراسمة. ليه تحتها اللي بعد كده النقطة دي يا اخت اميرة. والراسمة ليه? لمساراتها. لمساراتها. ما فيش تنافس. احنا فيه تكامل. فيه تعادل. فيه تآزل. فيه مشاركة. كلنا مجموع. ما نكون كلها مع بعض. سواء كام في التعامل مع المؤسسات الغير مسلمة هتاخد اموال الزكاة. او في الاجتهاد في الانفاق الزكاة. اموال الزكاة. داخل الوطن نحن عايشين فيه. او خارج الاوطان اللي هنعيش فيها. فضلي. رسالتي بقى للشباب. بسم الله ما شاء الله وكلكم شباب. زي ما انا بيقول دايما. نحن لن نزايد على اهمية الدور الذي ينتظركم ايها الشباب. او عظم المسئولية الملقاة على عاتقكم. فخذوا العلم من مصادره الموثوق فيها. الشباب اللي كل واحد بيقرأ له كتاب ولا اكتبينه ويطلعوا لك انا انا شيخ ومش عايف ده كلام فارغ. لا تستمعوا لمن يحملونكم. ايها الشباب يحملونكم على الغريب من القول. الضيق من الافق والاراة الفقهية. المعسول المسجع من ديباج ونظم الكلام. قراءة التاريخ من المسلسلات الدرامية. ومن سماع الفتاوى ممن ليسوا اهلا لها. او ليسوا اهلا لهذا. او الاعتماد على مقولات الشيخ جوجل والحق بوكيبيديا. في البحوث العلمية. وغير ذلك من التجاوزات. يا اخوانا احنا بطلنا بعد الثورة المعلوماتية نقرأ كتب. بطلنا نقرأ كتب. بطلنا نقرأ كتب. ومازالت الدول العظمى الى الان تقرأ كتب. وما زال عندهم في المكتبات موسوعات. في كل مجال من المجالات. واحنا حتى المحاضرات اللي أكثر من خمس دقائق ما تديش. لا حنا ادي. اللي عايز يسمع يسمع. ولي مش عايز يسمع. جزاء الله خير. لكن ما ينفعش هديك انا. ها والانسام. ما ينفعش يجي طبيب. ويروح لمريض. وهو عارف ان الهلاك بتاعه فيه كذا. ويدي له حتة كذا تغيره. لا ما ينفعش. لابد العلم يعطى. اللي عايز يقرأ ويكتد. عشان يعمل تغيير مجتمعين يقرأ. لكن دي كتقول لي. اتكلم خمس دقائق. ثلاث دقائق. اربع دقائق. عشرة دقائق. ما تزهقوش. زي مجتمع بتكلم قبل كده. في اكتر من مرة. قعد التليسكوب بتاع جيمس ويب ده. امريكا عملته في ستين سنة. بناءا على علم. وبناءا على دراسة. وبناءا على دراية. وبناءا على تجربة. وبناءا على رؤية. واحنا مش قادرين. الا ان نروح للشيخ جوجل. والحاج جوكوبيديا وناخد منه معلومة حتى تكون خاطئة. ونسينا امهات الكتب. حتى حتى الكتب اللي عندنا في البيت. انا كان عندي مكتبة كبيرة جدا. حاولت بخاطر ان يمكن ان اديها لأي مركز اسلامي وكذا مش عايزينها. لكن مين اللي حيقراها. شفت المصيبة السودة. امة اقرأ. واقرأ هنا مش محو امي. اقرأ هنا مش محو امي. اقرأ. يا هيا. يعني استغفر الله العظيم. استغفر الله عظيم. هل الله لم يكن يدرك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. عارف. لكن حتى اقرأ. علشان يكون ده دليل دامغ علينا. ان نبحث في كل منحة من ناحية العلوم المعرفاتية. والقرآن مليء بمناحية هذه العلوم. ولو كانت حتى ومضات. عايب علينا. قلت له مع الشباب في اسطنبول من كم يوم. قلت له معيب علينا يا شباب. كلهم كانوا مدون العشرين. ان احنا يكون القرآن فينا كل المسارات الفلكية والتغيرات وكذا 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 وكذا. واحنا نترك هذا العلم للآخرين. ولا نخود فيه نحن. ولا نخود فيه نحن. لا تستمع لمن يحمل لكم على غريب من القول. الضيق من الافق والاراء الفقهية. المعسولة المسجع من بيذباجة والنظم الكلام. وقراءة التاريخ من المسلسلات الدرامية. وسماع الفتاة. انا مسلا حديكم حدوا. سبصلوا على النبي. كنت بتفرج عن المسلسل بتاع سيدنا هرون رشيد رحمة الله علينا. اولا طبعا كان المعروف عنه ان هو يعني لالي الف ليلة وليلة. خلاص? بدون تخط فيها. سيدنا هرون رشيد كان بيحج سنة بياخذ سنة. مات وهو في جهاد. بسبيل الله. في المسلسل ده تعرفوا ايه بقى? كان ليه ابن اسمه احمد السبتي او محمد السبتي. كان من زوجاته الاولى او التانية اللي هي ما كانتش زبايدة. كانت عندها تقوى غير عالية. ابنه ده كان كل يوم سبت يشتغل عشان يكسب خوت الاسبوع كله وتفرغ العبال السبعة التيام. ومات. تعرفوا المسلسل حصل ايه بقى? كان فيه نور الشريف. وكان فيه مش عارف مين. وكان فيه مين وكان فيه مين. وكان فيه عبلة كامل. ربنا يكره الله رحمة نور الشريف. قاعد نور الشريف كهارون الرشيد رحمة الله عليه. يدور على ابنه. وابنه ده كان مات. يعني ابنه مات هو في شبابه. يعني من. وبقابل ابنه في الاخر. وتلع ابنه بيجاهد في سبيل الله. ايه ده? شفتوا المسلسلات اللي هانتفرج عليها ازاي? معمولة على هوى ومزاج المخرجة عشان يكون فيها اكشن. عارفين اكشن? يا امة الاكشن. مش يا امة القراءة. ما القراءة. ايه داخل. وفي الاخر اتجوز عبلة كامل. اللي هي زوجته الاولى. اللي اصلا ماتت. في الحياة. احتجبت عنه. شفتوا بقى. لعبلة كامل. في السيناريو بتاعها عملت كذا. ولا نرش فيش عمل كذا. ولا ابنه اللي هو كان اسمه السبتي. مش عارف احمد السبتي ومحمد السبتي. فما ناخدش التاريخ من اين? من اللي هو الدراما. الزكاة الركن اللي كانت اسنام يا شباب. القائمة على ابناء مؤسسة الزكاة المجتمعية لانها الركن الوحيد. الذي قوليها كده اخت اميرة. لانها الركن الوحيد الذي ارسل الله فيها قواعد العاملين عليها. اه. طب محد يجي يجي يقولك. انا مش حصل في العاملين عليها دي خالص. طب حتقيم الركن ده او الشعيرة دي ازاي او العباية دي ازاي. فضلي بعد كده. فضلي. نتعلم اللغة العربية يا شباب. اللي احنا بنهملها. من كلام اللي قدمى قلبي. لما اهلي كانوا في زيارة المصر. قابلوا بعض الاخارب. فلاقوا ان حفيدي. الصغير اللي عنده سنة ونص او حاجة كده او مكملش سنة ونص يعني. بيتكلم بعض الكلمات العربية. تعرف اقول له ولادي ايه. ياه. اما ابنك بيتكلم عربي. يا خسارة ده احنا ولادنا ما بيعرفش الكلمة عربي. يعني اعادت اشد شعري عربعين سنة لغاية ما شعري. ما فيه ايه ما راسي ما بقاش فيها شعر. ده مصيبة قده مش مصيبة. فاللغة العربية هي سنة اللغات بلا منازل. وهي اصل العلم الديني واستقافة التاريخية والفلسفة الاسلامية. هي المدخل معرفة الدينية والعقيدية والثقافية والتاريخية لامتها. لكن بنهملها. لان ده الاخر للشباب. استمروا في التعلم يا شباب. فالعلم متعدد الافاق والابعاد. ولا نهاية المعلومات هي المعرفية. تعلموا العلم والعلم المعرفية لابناء الكائنات المجتمعية. والعلم الشرعية لابناء شخصيتكم الإيمانية. واخلاقكم السوي. يبقى العلم المعرفية لابناء الكائنات المجتمعية. نجاه. والعلم الشرعية لابناء شخصيتنا الإيمانية. واخلاقنا السوي. ولا تتعجلوا قط في الصمار شجاراتنا أو شكالتكم معرفية ولا تتبوأوا مقاعد الفتية قال لنا هم رجال ونحن رجال ده أحمد بن حنبل وأنا مش عارف مين ده أنت عمرك ما هتبقى أحمد بن حنبل وعمرك ما هتبقى أبو حيما النعمان وعمرك ما هتبقى عبد الله بن عباس أبدا بل قوم قولوا هم رجال ونحن ما زلنا طلابا للألم شعب أننا عبدالطالب للألم فالضلي نداءنا للشباب تذكروا يا شباب حديث وحسن الميلادي قال وروا الإمام أحمد في المسندي وحسن والألباني إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق فرية البزار والحاكم فعلمي والباهقي والابن طهر وابو النعيم والقضاعي والعسكرية والخصابية في العزلة فإن المنبتة لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى أيها الشباب امدوا على بركة الله وسيكون التوفيق حليفنا وحليفكم جميعا ولكن عليكم أن تدركوا أن الطريق طويل والذات قليل والتحديات كثيرة وأن أهم قواعد النص هي العلم التطبيقي المجتمعي العلم الثقافي المعرفي العلم الدين العقيدي العلم المخبري التجريبي وبالجهل تتوقف أنه النهضات وتندسل الحضارات البعدها يبقى إحنا تكلمنا هنا عن كذا مصارف الأول اللي تجيب أول شريحة يا أخت فاطمة اللي هي تقسيم الزكاة الوطن في الخارج تمويل الإسلامي وفلسفة الفكرة أن الزكاة دي مؤسسة مجتمعية طيب أنا حعف كده وفتح الميكروفونات يا أخت أميرة إذا كان حد عايز يسأل أو يعلق أهل المصار أنا أسفرنا أنت أرسلت عليكم لما اجتماع حضر المحاضرتين في محاضرة واحدة شكرا لك يا دكتور بارك الله فيك على هذه المحاضرة يوجد سؤال دكتور هل يمكن تطبيق فكرة إنشاء الأوقاف الإسلامية من أموال الزكاة كقوة ناعمة؟ والله شرط الزكاة أنها تصف في الحول والأسف يعني لكن علينا أن نعمل في مؤتمراتنا هل فيه اكتهاد أن جزء من أموال الزكاة ينمى بهذه الطريقة الأوقاف ولا ده عايزة عايزة مش بس علماء عايزة علماء مجتهدين ممن نقول فيهم علماء في الايه؟ في السياسة السياسة الشرعية متخصين في السياسة الشرعية مش أي حد يقدر يفتف ديه إذا كان حيكون فيه اكتهاد لأن يكون مثلا جزء من أموال الزكاة ينمى من خلال الأوقاف وده يعمل له مؤتمر خاص عشان نجيب كل الأراء المختلفة في المزاهب المختلفة علشان هل يجوز هذا وده لا وده لا يجوز لكن إقامة الأوقاف ده مهم جدا جدا والأسف بس إجابة للسؤال ده إن في كثير من الدول العربية أصبحت الأوقاف تحت دائلة الحكومة أو تحت طائلة ما نسميه مزارة الأوقاف وأصبح الوقف المدني غير موجود ولا يديروا تديروا العائلات كما كان من قبل دي العقبة الكبيرة لكن في الغرب أو الوقف المدني موجود وكل المؤسسات الغربية اللي في العالم كله عندها أوقاف لها نحن نسميها أو نسميها في هوندش وليها أصول عمرات وأراضي ومزارع إلى آخر لكن في الدول كثيرة من الدول اللي عندنا أصبحت الأوقاف حاليا تديرها الدوائر الحكومية وليس ولا يوجد هناك أوقاف مدنية والأسف فضلي نعم يوجد أخذ عندها مداخلة أن وسائل التواصل الاجتماعي تبدأ بعمر الآن بالنسبة للأطفال من عمر السنة يبدأ الطفل يتعلق بالجوال يعني يحضر مسلسلات أو تركي وهكذا والأمر غير مع يعني غير واقعي بالنسبة لهذا العالم الأكتراضي شكرا جزيلا لك إسلام ولك كثير من رسائل الشكر يعني شكرا جزيلا لك الدكتور على هذه المحاضرة القيمة الجميع يشكر لا أنا بس أريد أن أرد على الأخت دي نعم اسمها إيه هي إسلام الأخت إسلام بسم الله ما شاء الله دي ثقافة يا أختي إسلام شيء نأم أبين ثقافة الناس اكتهدت وصنعت منظومة وإحنا ممشين وراها علينا أن إحنا نعمل منظومة تانية وإلا هنأخذ منها كل فلسفات الفكري لهذه الثقافة علينا أن إحنا نعلم أولادنا إزاي يتعاملوا مع البيئة مش كل شيء اللي هو التليفون إحنا أصبحنا دلوقتي ما عندناش وقت نقوم مع أولادنا لابد مع أولادنا نعملهم رحلات نحببهم في الرياضة نحببهم في القراءة نحببهم في الرحلات الجهوية والخلوية والمخيمات علشان نقلل من سموم هذه اللي هي إيه الفلسفات اللي بتيجي الأطفال والصور اللي بيشوفوها يكون عندنا محفزات إن استعمال هذه التليفونات يكون مجرد مجموعة من الساعات مش كل يوم تكون مع الطفل أنا أعرف بعض الناس ما اشتروش لأطفالهم المحمول إلى هم سنوهم 11 أو 12 سنة غد دلوقتي وعايشين في الغرب فهنا علاقة الأب والأمة بالطفل إزاي حيسمع كلامك وكل صحابه في المدرسة عندهم التليفونات دي كلها فإيه الحرف اللي أنت بتدهوله علشان تقوي من الداخل أنا ما جيش هشتكي إن ابني بقاعد على المحمول 24 ساعة وأنا مش قاعدة معاه أنا مش فضياله والأب مش فضيله طب الابن هعمل إيه ما بفسحهمش ما بقروقش معاهم ما تعش ما بتنقش معاهم ما بعمل ما بشيكونش في الكشافة في الرياضة في السباحة في كذا في كذا في كذا من صغرهم وباستثمرش فيهم وباستثمر بني أشتري أرض أشتري عربية أشتري بيت أشتري كذا وشي وأقول دي أصدير أولادي الوقت الخربان يعني مثلا أديكم المسأل سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه اللي هو الخليفة الخامس يوم العيد بنته دقت عليه قتله يا أبي أنا أبسها هدوم أطاعة أو هدوم أديمة يعني وكل الأطفال كذا 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 فراح سأل أمين المال قال له اديني شهر مؤدم عشان أجيب لي أولادي اللي هو لبس العيد فالأمين المال قال للخليفة إيه قال له أتضمن أن تعيش لهذا الشهر فتأخذ لاتبك لو ضمنت حياتك فخلاص حديك الشهر فرجع لي بنته قال له يا بنتي اسبري وإلا دخل أبيك الجهنم والأعزو بالله لما مات عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه وترك أولاده بالتقوى والإيمان والعلم ومات الخليفة اللي كان قابليه أو اللي بعديه اسمه سليماني ابن عبد الملك أو مين يعني وأبوهم ترك لهم الضيع والأراضي والدهب والأموال فوجدوا أن أحد أبناء هذا الخليفة كان يتسول في أرويق الدمشق وأبناء عمر ابن عبد العزيز كانوا يزكوا بالألاف من الدينارات لأن عمر ابن عبد العزيز رباهم على شيء أنت كأم ووظفتك إيما على أولادك أنت كأب ووظفتك إيما على أولادك قبل منقول أصل السوشيال ميديا ياخذتهم مننا ما يتخذهم منك الشرح ياخذهم منك البرنامج اللي أنت أعديته كأسرة لهؤلاء الأطفال علشان يكون في قوة جذبة هي قوة السوشيال ميديا وقوة بجذبة من الأب والأم والبرنامج لمعاملهم أنا ذكرت هذه الأشياء فضال يا أخت أميرة يوجد سؤال من المهندس فواز العاملين عليها مجال رحب للفساد كيف نوافق بينه للفساد للفساد أيها نعم حاضر كيف نوافق في الصرف خصوصا منهم في خارج البلاد وداخل البلاد وداخل شف شفتي زي محدث الصدق المعصرف إذا نحن نتكلم فيهم بتاعتها سبيع عمد إسبوعين تادي لو احنا بنقسم تأسيم يعني بالتوازي حيبقى العاملين عليها لي متناشر فرمية أنا أعرف فتوى عملها لنا الشيخ فيصل مولوي كان من لبنان رحمة الله عليه كنا بنستشيره لما كان موجود في بريطانيا وفرنسا وأوروبا في التمنيات فقال إذا صرفتم نص المال لكياسف النص الآخر لمستحقية في أماكن صعبة وخطرة فاصرفوه وقال لي هتموت الناس بس دس اثناء استثناء فذلك لما نحول الزكاة لشيء مؤسس لابد اللي يمسك هذه الإدارة يكون عنده قدرة حرفية وقدرة شرعية وقدرة مجتمعية يتكون عنده تقوى وعندها تقوى مش مهم يكون رجل ممكن تكون امرأة ينسلون عن الإدارة دي كلها لكن لما نسنده للأصحاب والأقارب حيبقى فيه الفساد اللي بيتكلم عنه أخونا فوز لكن لما نضبطها لمعايير واضحة المعالم وبمحاسبات أو بمراجعات حنحل بالفساد وزي ما المسأل اللي هو هل نعرفه المال السائب يعلم يعلم السرقة إذا كان رب البيت بتدف ضاربهم فشيء ما تقوى البيت الرقص إذا كان بابا وماما بيرقصوا العالح هعمل يطبلوا العالح هرقصوا وهكذا فذلك الفساد موجود في كل حيث في العالم لكن علينا أن نقلله بوضع المعايير والمحاسبة والمحاسبة والمراجعة بتقارير مالية وتقارير أدبية ثم محاسبة كل فاسد فضل يا أخت أمير أستاذ رانيا تقول الزكاة لها مصاريف المحددة في القرآن الكريم لذلك فإن الأوقاف يتم إنشاؤها بعيدا عن التسرق في أموال الزكاة مزبوطة مزبوطة فلذلك أنا قلت في الموضوع هذا ثمان مصاريف للزكاة لو حب الناس يكتهدوا يبقى يرجع المجتهدين في السياسة الشرعية في الغالب حيكون رأيهم زي رأي الأخت رانيا أما الأوقاف فنصيحتي أنا شخصيا نبدأ بالبناء الوقفي منذ أن نسجل الجمعية من أول يوم إن شاء الله يكون استقطاع على كل تبرع يجلنا واحد في المية أو اتنين في المية أو نص في المية عشان مصيرة الأوقاف دي مسيرة طويلة المدى الأخ بلال يقول جزاك الله خيرا دكتور معاني قيمة كلمات رائعة ومفاهيم في الصميم شكرا لك أستاذ بلال أسئلة تانية دكتور صالح من المغرب يقول هناك برامج وطنية محلية لمحاربة الفقر المشكلة مشكلة تنزيل هذه البرامج وأحصاء الفئات المستهدفة فما هي آليات التنصيق بين الهيئات المحلية والدولية هو أصل التنصيق اسمه أخونا اللي في المغرب اسمه صالح صالح أخ صالح أصل التنصيق يبدأ في المغرب نفس يكون عندنا ثقافة في التنصيق على مستوى الحي على مستوى القرية على مستوى علشان الجمعية الكبيرة تعلم الجمعية الصغيرة علشان الجمعية عندها إمكانيات تعطي الجمعية ما عنداش إمكانيات علشان نبني النسيق المجتمع سويا ما ينفعش أنا أعمل تنصيق بني بالمؤسسات دولية وأنا مش عارف أن نسيق في بلدي إحنا ما زلنا بنعاني يا أخ صالح من كلمة التنصيق لأن التنصيق ده فكرة عالي جدا فكرة عالي جدا جدا لكن هو صعب التنفيذ لكن لابد أن يكون واقع مجتمعي حقيقي دي وإحنا مثلا في قرية من القرى فيها مثلا عشرين جمعية بتستغل أصبح لزامن على هذه الجمعيات تعب مع بعضها نشارل مرة في الشهر كل واحد يكلم التانية يقولوا أنت بتعمل إيه عشان ما يشتغلوش في نفس المنطقة ما يعملوش نفس المشروع أما يكفروش نفس اليتيم أصبح التنصيق يا أخ صالح فرد عين لابد أن ينفزه الجميع مش مثلا شخص واحد لابد أصبح فرد مش فرد عين بس أصبح فرد علينا جميعا لعدم إهدار المال لعدم إهدار المال معطى لنا فما نعرف التنصيق أول خطوة وإنت في المغرب تعمل إيه بتعرف إزاي تتواصل مع المؤسسات الحكومية بعد التنصيق على مستوى الجمعيات تعرف أنك بترسل السفرات الموجودة في المغرب عندها منود لصرف الأموال داخل المغرب كل السفرات بسفرها واحدة تركب في المغرب وفي أي دولة في العالم عندها ميزانيات لو عندك الأمكانيات بتبتدي تراسل الجمعيات الدولية اللي موجودة في المغرب كذلك في جمعيات دولية موجودة تعرف إزاي تتكلم معهم تعرف إزاي تتكلم مشاريع ثم بعد ذلك تبتدي تشوف المؤتمرات الدولية اللي موجودة في العالم اللي انت ممكن يكون لك حضور فيها عشان نتعلم هي مسيرة مسيرة لكن علينا بناء التنصيق من الصفر أو من القعدة إلى قمة ونبدأ بالمجتمع المغربي فضالي الأستاذ أسماء أحمد تقول كوجل شركات ومحلات تجارية تقوم بإخراج ذكاتها عن طريق البضائع التي يبيعونها ولكن للأسف هذه البضائع تكون سيئة جدا ويتقبون سندات كبيرة بمبالغ كبيرة من أجل الذكاء طبعا دي موجودة في كل حتة في العالم والأسف أنهم بيقدروا أو يقيموا قيمة يعني المواد دي بدعف أو عشر أضعاف مفروض المؤسسة ترفض هذه التبرعات نعم تفضلي تفضل دكتور والسودان حتى أيام اللي هو التطبيق الشريعة الإسلامية حاب تتعمله أيضا ما عارش نجح أنا ما نجحش فاخد بالك فمش كل الدول عاملها يعني فرضاء على المؤسسات فاخد بالك يعني مثلا في بلد زي لبنان لا أفكر يمكنهم على أوقع فيش الزكرة ده حاجة تانية أما ننظر لمسا هذه الأشياء هي اجتهادات للدول نفسها يعني أغلب الدول العربية لا تمنع جامع الزكاة عن طريق الجمعيات تطريقها مفتوح بعضها الدول الإسلامية حددتها في لجنة الزكاة أو قدرة الزكاة في الدول فما هيش يعني معممة على الجميع فضل هل يجو سادة أسماء أيضا تسأل هل يجو الدكتور أن تأخذ أي أخذ العاملين في المؤسسة من الزكاة في حاجة ما العاملين عليها نعم العاملين في المؤسسة لا أنت عايز مساعدات يعني نعم هو السؤال هل يجو الدكتور أن يأخذ العاملين في المؤسسة من أموال الزكاة أنا يكون محتاجين يعني الكلام ده يكون في لجنة شرعية داخل المؤسسات ساعات بتحصل فيه مصائب أو وفاة أو عمليات ما يقدرش مثلا الحارس أو المنظف إلى آخر أو علاج كيماوي إلى آخر ويكون في بلد ما فياش خدمات صحية فدي لازم تكون لكل زي ما احنا كلمنا من الأسبوع اللي فات وقت أميرة على أن يكون في إدارة للدعم النفسي يكون في إدارة شرعية أيضا داخل الجمعيات وتحدد هم يستحق أو لا نعم دكتور نتهينا دكتور من الأسئلة المطلوحة بالإمكان نحنا بس بالنسبة ملاحظة بطيفة قبل أن نختم الجلسة القادمة ستكون جلسة حوارية سيكون لكل منا مداخلة ممكن أن يختار أي أمر خاص أو أي موضوع خاص بالعمل الإنساني والخيري إذا دكتور تريد طرح أي أفكار ممكن أن أنا أتركها لكم عشان أنت بتختبروني إن شاء الله الله يحفظك دكتور شاء الله شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المحاضرة القيمة والرائعة في معادلات تقسيم مال الذكاء بصراحة أنا شخصيا استفدت كثير من هذه المحاضرة شكرا جزيلا لك دكتور بارك الله منص التكامل لنا اللقاءات بإذن الله في يوم الخميس الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة شكرا جزيلا لك دكتور وبارك الله شكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله